اهلاوي اهلاوي الفاني ولا اجمل دايما البطولة في عالم كرة القدم كده البطولة بتجيب بطولة والفوز بيجيب فوز واللي انت تفرح جماهيرك طول الوقت دي مسئولية كبيرة وانت بتلعب في النادي الاهلي عليك اللي انت تتحمل الدغوط عليك الاتشارة النادي الاهلي اكيد ياليك بكل اللاعبين عشان كده اللاعبين فعلا الشوت التاني والرجول اللي لعبوا بيها والروح اللي كانت موجودة حاجة تفرح وانا قلتلكه دايما الفريق اللي عنده روح طول الوقت ومفكتش الروح بيقدر يحقق اي حاجة صعبة عليه عشان كده عايز اتكلم كمان على كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الراجل بيسافر دايما مع الفريق وهو رئيس بعثة في البعض يجي في الموجود يقولك لا لا قدر الله يحصل حاجة لا بيتحمل مسئولياته على اكمل وجه نجم كبير في عالم كرة القدم لما بيعود مع الجهاز الفني او يعود مع اللاعبين ويحفزهم دي اكيد حاجة كبيرة جدا جدا واللعبة تحس بالامان لما رئيسنا ديها بيقعد معه وممين محمود الخطيب اسم من اكبر الاسماء في تاريخ الكرة المصرية وياما اسعد جماهير زي ما اسعد الجماهير النادي الاهلي وهو لاعد بيقدر يسعد جماهير النادي الاهلي وهو رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي عشان كده بشكل خاص بقول لمجلس الادارة بالكامل وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب الف الف مبروك فوز مهم في تاريخ النادي الاهلي النهاردة